اهلا فيكم برج العقرب راح نشوف شوية توقعاتك العاصفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر شهر القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والصالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون قريبة من طاقتك او مشابهة لطاقتك طبعا مثل دائما خد من الفيديو او خد من القراءة الشي اللي بتحس ما ممكن تستفيد منه وترك الاشياء اللي بتحسها سلبية لانه قراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع فاخد ممكن يكون فيه بالفيديو رسالة او اشي معين ممكن تستفيد منه فاخد من القراءة فقط الاشياء اللي بتفيدك واترك الباقي راح نبلش بطاقتك اول بعدين راح نجح بطاقة الحريب طاقة الشريك خطواتك في المستقبل وخطوات الشريك ايضا في المستقبل ومصير العلاقة بينكم كيف ممكن تنتهي العلاقة بينكم يعني التطورات بينكم بعدين راح نشوف اذا فيه اي اشي بحتاج الى التوضيح راح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضح الاشياء طيب اه بنبلش اول اشي بكروت النصيحة اللي اجتك يا برج العقرب اغلبية الافراج عم تجي لها تقريبا نفس الرسائل انه ركز على الاشياء اللي بتحبها اذا فيه عندك هوايات ابتعدت عنها ركز على هاي الاشياء اكتر بها الشهر اذا فيه عندك جروح من الماضي او مريت فيه علاقات فاشلة او علاقات ما نجحت مع اشخاص الشي اللي ممكن يساعدك هو الاشي اللي انت عم تبعد عنه حاليا اللي هو light energy او love بالاصح الشي اللي انت خايف منه حاليا وعم تبعد عنه هو الاشي اللي ممكن يساعدك لانه انت انت حاليا عم تراجع اختياراتك عم تراجع قراراتك عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بالتفكير ولكن لسه عالق في نفس المطرح يعني لسه عم تفكر في نفس المطرح خلص فكرت بالموضوع وصلت الى استنتاج صار هلأ الوقت انك تاخذ قرار او تاخذ الخطوة next step او الخطوة القادمة فقط خلي الاختيارات او القرارات اللي بتختارها تكون بالفعل صادقة للاشي اللي انت بتريدها ايضا بدك تحاول تخلي تفكيرك ايجابي اكتر شوي لانه في اشيه كنت عم تشتغل عليها انت بهدوء او بسرية في اشيه انت كنت عم تساويها خلف الكواليس و هلأ صار الوقت انه انه في اشخاص بحياتك حاليا عم تركز عليك او عم تلاحظك بمعنى انه بالفترة القادمة ممكن تمر بي او ممكن رح يجيك عروض حب من اشخاص معينة في ركود نيشن رح يصير في في حدا رح يفتح عينه عليك بالاصح لانه يعني انت برج العقرب ما بتحب انت مش مش برج الناري يعني طاقتك مش دائما لبره بتظهر دائما بتحب تكون كتوم تخلي كل اشي في داخلك تحل حساباتك في داخلك ولكن في اشخاص حاليا ممكن شخص او ممكن حتى عدة اشخاص عم تركز عليك او فتحت عيونها عليك او في حدا حاليا عندك ممكن معجبين حاليا قام يحاولوا انهم يتقربوا منك يا برج العقرب طب هاي كانت بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك كل حالية برج العقرب عم تمر بفترة لانك عم تفكر كتير كنتمبليشن عم تعيد بحسابات عم تمر بفترة التشويش عم تحس حالك مربوط عم تحس حالك مربوط ومقيد بين اختيارين او بين شيئين في عندك شخصين او في عندك شخص والعمل عم تحس انه انت مربوط ممكن العاطفة عندك صعب انك توفقها مع العمل او في جهة بتأثر على الجهة الاخرى العاطفة بتأثر على عملك على جوانب حياتك الاخرى وجوانب حياتك الاخرى والعمل بيأثر على الحياة العاطفية عندك يا برج العقرب وانت عم تمر حاليا بفترة تشويش عم تحس انك مسجون في السجن العقلي في داخل نفسك ممكن يكون في عندك فكرة او يكون في عندك شيء او يكون في عندك امنية او اختيار ولحد هلأ صعب عليك انك تحقه او صعب عليك انك تاخذ القرار ليسه عم تفكر وتعيد وتزيد بالتفكير عم تحاول توفق بين شيئين بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم شوف انه في عندك ممكن يكون حبيب جديد او ممكن يكون اكس او حبيب قديم في شخص بحياتك حاليا بده يقدم لك عرض حب او في عنده عرض حب صغير بده يقدمه لك الشخص اللي انت عم تتعامل معه عم يدرس كتير عرض الحب اللي بده يقدمه لك ممكن يكون ايضا في بينكم فرق بالسن ممكن تكون انت اكبر من هالشخص او ممكن تكون عقليا انضج من هالشخص الشخص اللي انت عم تتعامل معه بيحب يركز على التفاصيل اللي صغيرة كتير يعني هو عرض الحب تبعه او ممكن هالشخص بده يحكي معك ولكن عم يدرس الكلمات او عم يدرس الطريقة اللي بده يحكي فيها معك لانه مع انه شخص مع انه في عنده عرض حب الى انه في ايضا عندك اوراق ترابية واوراق هوائية يعني هالشخص بيحب يدرس الحديث قبل ما يحكي فيه او يفكر او ينتقي كلماته قبل ما يفكر فيه وايضا بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة انت ايضا يا برج العقرب بتركز على التفاصيل الصغيرة ولا ما كنت رح تكون بيها المطرح المطرح انك الا لو انك بتعيد وتزيد بتفكر كتير بتحلل كتير برج العقرب وتحليلك بيكون بينبع عن عاطفة او بينبع عن مشاعرك الداخلية فهالشخص ممكن انت ثاقتك ايضا اثرت على هالشخص لانه عم نشوف هو في عنده شوي نوع من التخوف انه ما بده يحكي اي اشي حي الله او يكون عرض عفوي او يقترب منك ويحكي معك بطريقة عفوية جدا لانه بيحس انه ممكن انت تحكم عليه ايضا لانه في بينكم بطاقة المشتركة بينكم six of ones معناته في بينكم حدا او طرف بيشوف العلاقة او بيشوف التواصل اللي بينكم اه على انه تنافسي شوي او بدك تطلع منتصر انت من هالتواصل وهو ايضا بده عم شوفك انت في وضعية انرجتك يعني بطاقتك انت انت بوضعية الهجوم مع انك ممكن تكون مش عم تاخذ اي قرارات حاليا ولكن بطاقتك بعقليتك عم شوفك انت اللي اكتر او اكتر متحكم بمسار هالعلاقة وعم شوف الشخص الاخر عم يحاول فقط انه يحمي او انه يصد او انه يحافظ على مركزه بالعلاقة معك فعرض الحب اللي بده يقدمه للك او حتى اعتراف او بالحب عم يدرسوا هالشخص كتير منيح بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج العقرب عم تمر بخيبة امل خيبة امل عاطفية عم تحس انه في اشي انت خسرته بعواطفك بمشاعرك انت حاليا كتير مشوش ممكن تكون عم تحس ايضا انك خسرت شخص فبالمستقبل عم شوفك دفاعي اكتر ولكن يعني كتير رح يكون وضعك بصراحة كتير متقلب لانه اذا بدك تشوف الاوراق اللي طلعت عندك بخطواتك بالمستقبل عندك الرضا النفسي وعندك او انت عم تاخد موقف وبدك تحافظ على موقفك وباني سور حولك او يعني في عندك نقطة مش مستعد تتنازل عنها وايضا عندك خسارة عاطفية وعندك احساس بخيبة امل من الوضع العاطفي فرح تمر بتغيرات او بتقلبات في المزاج بالمستقبل رح تمر بتقلبات مزاج كتير عالية وكتير واطية يعني من فترة رح تحس ب الرضا العاطفي بحتيجي عليك فترة رح تحس بالرضا العاطفي وفجأة ممكن ينقل بالوضع تحس بخسارة عاطفية او تحس انك غير راضي نفسيا انه الورقتين هدول كتير مختلفات عن بعض ممكن ايضا الاشي اللي واقف بطريق ساعاتك العاطفية هو انه انت باني سور حولك او فيه او كتير عنيد بانك تثبت نقطك ما فيه ليونة برج العقرب ما فيه عندك ليونة بالمستقبل عم شوف انه اذا فيه شريك او اذا فيه حبيب بالمستقبل او اذا تقدم للك عروض حب بدك تفكر انه الاشي اللي ممكن ما ينجح هالعلاقة من طرفك انت انه انت كتير دفاعي او كتير منغلق على حالك وما بتسمح لحدة بيخوت على حياتك او على طاقتك بالنسبة لخطوات الحبيب المستقبلية الحبيب عم شوفه عم يفكر معك بالصراحة هو نظرته ايجابي اكثر من نظرتك يعني عم شوفه هو على الجانب الايجابي اكثر ممكن تكون عم تتعامل مع برج ناري برج مائي برج ترابي الى انه في عنده تفاعل اكثر بالعلاقة بينكم الضرف او الحبيب اللي عم تتعامل معه عم يطمح الى استابلتي او عم او بده ارتباط بده التزام بده العلاقة من انه تكون تجول الى انه يصير فيها نوع من الجدية او اذا العلاقة الجدية بده يرتقي الى خطوبة او زواج للبعض منكم ولكن هالكرت بيرمز الى انه هالشخص بالمستقبل عم يبحث الى استمرارية الى ثبات الى اشي جدي ايضا عنده من ناحية التواصل عم شوف انه هو صادق رح يكون صادق معك لانه في نوع من الانسنس وفي نوع من البراءة بها الكرت وفي نوع من السعادة التفاقل بالوضع بينك وبينه فهالشخص عنده تفاقل بالوضع بينك وبينه بيحس ايضا انه هو على الجهة الروحانية مربوط فيك مقيد فيك وممكن ايضا ان هالشي عم يسبب له هو شوي توتر او شوي قلق لانه بيحس انه مربوط فيك ايضا ممكن هالشخص يكون منجذب للك بطريقة جسدية كتير عالية لانه لانه فهالشخص في عنده شغف او عنده عش اتجاهك او بيفكر فيك وانتو مش مع بعض هالشخص بيفكر فيك كتير وبيحس انه انت دائما بعقله فبيحس انه مربوط فيك روحانيا لانه نظرته مش يعني ما عم شوفه انه هو ممكن هو بيسبب له الوضع قلق لانه بده ينتهي معك باشي اه باشي مستديم او اشي ملموس ممكن ايضا لانه في بينكم الطاقة المشتركة بالمستقبل The Empress Card The Empress تحكي عن عن تعاطف مع الوضع ففي بينكم تعاطف مشترك مع الوضع بس ما في اي حركة سريعة بينكم او اي اي خطوات مباشرة حاليا امشوف انه انتو هو متحفظين اكتر على مشاعركم بالوقت الحالي بس هو مبين انه بيفكر فيك كتيرا وما هو اللي منجذب اليك بطريقة جسدية كتير عالية وانت عم تحس انه مشغول بتفكيرك الداخلي في كتير اشي متحس فيها حاليا عم تحاول تراجعها تفكر فيها طيب بدنا نجوف بالمستقبل هالي رح يصير في خطوات اقتراب بينكم هالي رح يفكر فيك هالشخص تتواصل معك طيب في عندك في عندكم جدية بالعلاقة رح يكون ولكن في عندكم ايضا استرار بالعلاقة في اعتراف رح يصير هون لانه عندك كينغ اوف سورد شخص صادق هالشخص السورد هي بدلة الحكي او الكومينيكيشن فهالشخص او الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل فيها نوع من التواصل رح يصير يعني فيه التواصل رح يصير واغلبية هالتواصل رح يكون فيه كشف عن الاسرار او كشف عن الخفايا لانه ذا مون كارد بيحكي عن الوجه الاخر الاشياء المخباية المشاعر اللي ما نحك فيها فاغلبية التواصل اللي بينكم رح يكون عن كشف لمشاعر سواء كان انت او سواء كان هو وانت بتعرف وضعك فان من القراءة فالتواصل اللي بينكم رح يكون فيه كشف عن الاسرار ورح يؤدي الى انه انتو رح تنظروا الى الوضع بطريقة جدية اكتر او التواصل بينكم العلاقة بينكم بطريقة جدية اكتر لانه فيه التواصل واغلبية التواصل كما حكيت لك حيكون فيه اعتراف فممكن هالشخص يعترف لك بانه وده علاقة معك او ممكن انت تعترف لهالشخص بشو الاشياء اللي انت عم تحاول توفق بينها او ممكن انت تتحكي له للبعض منكم انه في عندك طرف اخر وفي عندك مسئوليات اخرى في عندك انشغالات اخرى فيه تواصل صريح رح يصير بينكم اشتركوا في القناة